إذا ثبت بالدليل، إحنا لاحظنا يوم أمس بعد تعطيل الجي بي اس بالقبل إسرائيل كان هناك أقمار صناعية تغطي بمنتهى الدقة سير الأحداث فماذا لو ثبت وبالدليل أن هناك فعاليات انطلقة سواء كانت درونات أو صواريخ على سبيل المثال من العراق ما هو موقف الحكومة العراقية وهي الحليفة للولايات المتحدة وهي التي تحدثت في سياستها الخارجية أنها ستأخذ بمبدأ الحياد في قضية العمليات الجارية بين إسرائيل وبين إيران فقد عنصر الحياد ما هو موقف السيد السوداني وهو الآن يحاور الوزير الدفاع الأمريكي حول قضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها وعلى رئيسه والملف الأمني هذه بالحقيقة معادلات سنجد صداها وارتداداتها مع قرار مجلس الأمني لنترقب ماذا سيصدر من مجلس الأمني إذا تحدث مجلس الأمني عن أن الإجراء الذي حصل أو المناوشات التي حصلت عدوانا أن ذاك سندخل في تبعات وآثار ستكون معكاساتها ليست على إيران شترتب عليه لو أخذ هذا القرار ماذا يترتب عليه من أثار في العراق؟ أحسنتم ولذلك هذا طبعا سيرفع منسوب الحرج لاسيما أن السيد السوداني الآن هو في الولايات المتحدة وفي حالة تفاول ماذا لو ثبت بالدليل عبر الأقبار الصلاعية أن العراق نعم شارك بالضربة فهذا بها منسوب حرج كبير جدا قد تكون اليمن لها خصوصية لبنان قد تكون خطة ماس وله خصوصية بالنسبة لحزيلا يعني مجلس الأمن يا دكتور أحمد مجلس الأمن بالإبادة الجماعية التي صارت على أطفال ونساء غزة لم يعتبره عدوانا في حين ضربت قاعدة إسرائيلية راح تقوم الدنيا وما تقعد وتعاقب شعوب الأرض؟ هذا واضح واضح الانحياز واضح يعني لا يستطيع أي شخص متتبع لسير الأحداث أن ينفي أن هناك انحيازة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لصالح إسرائيل السبب لأن الولايات المتحدة نافذة ومؤثرة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة عموما وهي حتى الأكثر دعمة لهذه المعادلة فإذن لا نتحدث عن إحياز نحن نتحدث عن قرار محتمل ما هي تداعيات هذا القرار المحتمل؟ هنا نتكمل الخطورة ما هو الموقف بالنسبة للحكومة العراقية؟ ما هو موقف المفاوض العراقي؟ وعلى به السيد السوداني وهو الآن بالولايات المتحدة منسوب الحرج سيرتفع يوم والبعد يوم مع ظهور معطيات جديدة حصلت كآثار جانبية للعملية التي جرت